حبيت نسأل ماري حبيت نسأل ماري تحكي لنا قصة خروجها من الإسلام أنا قلت أميس بشكل مختصر كانت أخوي كان دائما يتناقش معي كان دائما يقول لي أفكار وأنا كنت أقول له أنت طلعت من الدين وأنا ما عندي مشكلة وأنا أحبك وعادي يعني let's not talk about it بس يوم من الأيام جا يتكلم معي على الأرضاع الكبير أنا هنا شوية حسيت الكلام مرة disgusting يعني ما تحملت فرحت في البداية سألت أول شيء أمي فأمي طبعا يعني دارس الدين يعني وخريجة أزهر يعني فسألتها قالت أعرف عن المسألة لكن لا تفكري يعني لا تروحي دوناء go deep يعني just let it go فأنا هنا جاني الحماسة أكثر لازم أفهم إيش فيه فبديت يعني أخذت يعني سنة ونص تقريبا يعني 18 شهر وأنا أبحث عن الأديان وبعدين قررت أن أطلع من الدين يعني والحين الحمد لله يعني على الصراط المستقيم يعني منذ ثمانية سنوات برافو سمعتك البارح ولكن حبيتك تتقسميها مع مع الجمهور مع الجمهور لما نتكلم على الظلم لها أشكال جدا كثيرة في نساء ممكن تظلم للمجرد جندرها يعني لما أجي أقارن المرأة من هذه الطبقة مع الرجل في نفس طبقتها فأبلاق أنه هي back behind ما هي عندها سلطة القرار يستطيع أنه يتعنف عليها لكن لما أجي أقارن رجل من two different يعني طبقة two different class فهنا ممكن يعني أنت بتشوف الموضوع أنه أنت تشعر أنك أنت مضطهض أكثر منه لكن هي تواجه أشكال مختلفة من الإضطهات اللي أنت تواجه فwe have to يعني just أنه نرسم lines بشكل أفضل يعني فأنا أتفق مع جولي في النقطة هذه مئة بالمئة يس في أشكال كثيرة يعني للإضطهات اللي هو ability gender الميولة الجنسية الطبقة في أشكال جدا كثيرة للإضطهات والنساء يعني تتعرض يعني للإضطهات بس لمجرد أنها هي مرأة يعني أو تملك في جائنا فبس يعني أتفق معا شكرا لازم نروحوا عندها يتم بقناش بزاف كريم ما كاش يهدر على هاتشي كان يهدر على الامتيازات طبيعة الحال المرأة اللي بتكون بي